شكراً لك أهلاً وسهلاً بكم سنة ألفين وثمانتعش سمعنا تصريحاً غريباً جداً من الممكن أن يظهر من الطبقة السياسية التي لا تعتذر ظهر هادي العامري واعتذر وقال نحن مقصرون وأطلب الغفران من المواطن الذي لم نقدم له الخدمات ويأت قرب السماعة حتى أسمع زين نعم سمعنا تصريحاً كان نادراً أن يسمع من الطبقة السياسية أن يظهر سياسي عراقي من الطبقة الشيعية ثم يقول أنا أعتذر ويجب أن نعتذر جميعاً من المواطن لأننا مقصرون بحقه ولم نقدم ما يصبو إليه من خدمات وغير ذلك ودعوت زملائك من السياسيين إلى تقديم ذات الاعتذار هل من الممكن أن نفهم نوعية هذه الأخطاء عدل أخطاء الظاهرة من قلة الخدمات وغير هذا هذه الأخطاء استراتيجية برأيك هل بالإمكان إصلاحها أما اقترفته هذه الطبقة بحسب قولك لا يمكن إصلاحها بسم الله الرحمن الرحيم شكراً للأخوة في ملتقى الرافذين على إتاحة هذه الفرصة للحديث مع الجمهور وللحديث مع الأمة بشكل عام طبعاً نحن لا ندعي أنه العصمة وأي عمل فيها أخطاء والعصمة لله ولرسوله وللأم المعصومين نحن نؤمن بذلك أما خارج ذلك موجود أخطاء والإنسان ليس من العيب عندما يفتكب خطأ أن يحتذر عن خطأه نعم أكون ممارسات خاطئة حصلت من 2003 وإلى هذا اليوم أنا أعتقد من الأخطاء الكبيرة التي حصلت وإحنا ما يجينا فعلاً في انتخاب المسؤول انتخاب المسؤولين ما صار انتخاب دقيق للمسؤولين ولذلك بدأنا ننتخب بعض العناصر رغم أننا نعتقد أن هذه العناصر غير كفوة بس تأخذنا العزة بالإثم وندافع عنهم بشكل مرير لذلك إذا اليوم لدينا نقيم ما حصل من 2003 إلى هذا اليوم أكو أخطاء وأنا هذا اللي كنت أدعوه إلي أنه فعلاً هذه الأخطاء يجب أن يصير مصارحة وليس عيباً أن يحتذر الإنسان إلى شعبه بل كل الشجاعة أن تحتذر إلى شعبك وأنت تصالح مع شعبك شعبك هو السند مالك هو جمهورك هو الذي به تقاتل نحن في تجربتنا من الحج الشعبي عندما قاتلنا ما قاتلنا قاتلنا بأهلنا شبابنا جمهورنا طيب وهذا الموضوع اللي أنا دائماً أؤكد عنه وطلبت من الأخوة القادة السياسيين فعلاً تعالوا أكو أرشاق اللي يصير محاسبة ومعاتبة ومراجعة أمير المؤمنين عليه سيقول من التساوي وما فهو مغبون نعم لذلك نحن يجب علينا فعلاً أن نراجع أنفسنا أن نتابع هذه المسائل خطأ يقول خطأ وكل شجاع هل حدثت هذه المراجعة أم أنها كانت مجرد تصريح لهذه العاملة؟ الآن لا أريد أن أقيم كل المرحلة وأقول أين الخطأ حتى ليس كأنني أتعرض إلى أخطاء الآخرين لكن أنا أعتقد أن الإنسان هو ميزان نفسه والإنسان هو يعرف بالضبط ما يريد أن الإنسان يعرف بالضبط دعوا كل واحد من عندنا دعوا كل كيان سياسي من كياناتنا تراجع المسيرة من عام 2003 إلى هذا اليوم وأين أقوم محطات خطأ؟ نقول هذا خطأ وهذا ما تصير المصالحة والمطارعة مع الشعب وأنا أعتقد نقطة أساسية يجب فعلاً أن نعود لها أستاذ هذه السياسة بشكل عام وبشكلها المبسط هي عقد اجتماعي بين السياسيين وبين المجتمع وحضرتك جزء أساسي من الطبقة السياسية الشيعية التي تمثل محافظات شيعية كثيرة ومكون يعني يجب أن تعملوا أو يجب أن تكونوا قد عملتم لمصلحته ومن ثم المصلحة الوطنية التي تشمل العراق كله هل مثلت الطبقة السياسية الشيعية مصالح هذا الجمهور بشكل جيد بشكل عام والاقتلاف الوطني الموحد ومن ثم مات له وصولاً للفتاح أنا أتحدث بكل صراحة بعد سقوط النظام أكد ظروف جديدة حصلت وهذه الظروف العراق استلم محطم البناء بشكل كل البناء التحتية محطمة وإلى اليوم فمن إجي نظام سياسي جديد هذا النظام السياسي ليس نديراً في البداية كان الإدارة الاحتلال الأمني وكان إلى تدخل والملف الأمني كله كان بيد القوات الأمريكية ثم وبعد ما قلنا باسم الله وبدأت العمليات الإرهابية تتوالى فلذلك لم أعطوا مجال يعني أنا اليوم عندما نتحدث أتحدث بشجاعة عندما نتحدث نقول من 2003 إلى 2021 هذا ظلم أنا استطيع أن أقول نحن من 2003 إلى 2006 أول حكومة تشكلت في 2006 2006 إلى 2013 هذه موجودة عمليات إرهابية كانت على بغداد يومياً عشرات العمليات طريق المطار كان يسمونه طريق الموت بغداد إذا ما انفجرت به يوم عشرات إذا انفجرت سيارتين نقول هذه الحمد لله هذا الأخ أستاذ علي الذي صار يأتينا معركة مع الإرهاب قسم من أخوانه معركة مع الاحتلال لا يقبلوا احتلال أجنب يكون قام إذا نهاية 2011 نهاية 2000 يعني فترة إرهابية احتلال وصلنا إلى 2011 2011 أتخرجت القوات إذا نريد فعلاً نتحاسب 2012 2013 2013 لم نكملونها بدأت العمليات تصير وفعلاً داعش في بداية نهاية 2013 بدأت تسيطر على المناطب وفي بداية 2014 سقطت الفلوجة وبعدين بدأت في تسعة ستة 2014 سقط سلس العراق بيد داعش لذلك اليوم إذا نأتي من 2014 لم يكن موازنة 2015 2016 2017 2015 حكومة الإعبادة معركة مع داعش حتى المشاريع التي نسبة الإنجاز فيها بالنسبة عالية توقفت لذلك الآن من رجل نقول هذه الفترة كلها ما بالحساب نعم ما صارت بالحساب لذلك أنا أعتقد الظروف التي مرت في العراق أنا لا أريد أدافع أنه لا توجد نعم هناك أخطار لكن لا أريد فعلا أن نأتي أن أقول أن هناك ظروف مرت على العراق ظروف قائرة لا يجعل العراق يستخر وإلى اليوم هناك برنامج أن لا يستخر العراق إلى هذا اليوم أستاذ هذه حضرتك آخر جملة تحدثت بها تحدث بها شبان عراقيون في الاحتجاج وماتوا وثمانمية واعتقلوا تقريبا 25 ألف بين اعتقالات وإصابات فيما حدث في تشرين أنا بصراحة أريد أكاشفك لأنه عرفا تؤشر علامات الاتهام على السلطة الشيعية تحديدا بأنها استخدمت جميع أنواع القمع مع المتظاهرين بين التغيب بين تفجير المنازل بين كذا يعني عرفا معروف اللي يكتبون بالسوشال ميديا اللي يكتبون مقالات اللي يتحدثون بالكلاب هاوس في كل مكان أنا أريد أعرف أنه وجهة نظر القيادة الشيعية لهذه الاحتجاجات أتحدث عن السلمي منها أنه لماذا تم وضع بوفي كامل من القمع تجاه هؤلاء الشباب المظاهرات السلمية أو المحتجين السلميين وأنا أتحدث أيضا عن الاحتجاج السلميين أنا أتحدث محتجين سلميين نعم حتى من الروح للتسميات أنا سمي اسم أنت تسمي اسم ونزعل بيانات نعم دعنا متراضي المحتجين السلميين أنا مستعد أن أكون في مقدمتهم طيب والاحتجاج السلمي حق كفى له الجسور ولا نقبل بأي إساءلة ونحن نطالب اليوم أنه يجب التحقيق في موضوع الذي حصل والاحتداءات التي حصلت على المحتجين السلميين بالإضافة للاحتداءات التي حصلت على الأجهزة الأمنية دولة ولدنا دولة أبنائنا يعني أنت تصور العراقي ينهار بالجهاز الأمن وين نذهب إلى أين نذهب لذلك أنا بكل صراحة مع مطالب المحتجين السلميين أول علم أن المحتجين السلميين جمهورنا أول شهيد في تشرين جمهورنا أول شهيد في تشرين كان محمد حبيب السعدي شقيقة شهيد بالحشد أخوه حشد أخوه شهيد بالحشد نحن جمهور المحتجين جمهورنا أنا كنت بعد العمليات في كل عمليات عسكرية بعد العمليات العسكرية الله يوفقنا إذا عدنا نذهب نزور عوائل الشهداء أو عوائل الجرحة صدقنا كلهم عوائل الفقراء جمهورنا جمهور جمهور الحشد جمهور الفقراء ولذلك نحن هذا المحتجين جمهورنا نعم والاحتجاج السلم حق كيف له الدستور لذلك نحن مع هذه الاحتجاجين أنا مرات ومرات أقول نحن مع المحتجين السلم مع مطالبهم مع ضمان حقوقهم لا يوساوينا هذا الذي حصل نعم أنا اليوم أطالب بالتحقيق وهذا ممطلب منك المرجعية الدينية كان حديثه دقيق جديد جدا المحتجين السلميين يجب أن يكون تأمين الحماية الكاملة لهم وتأمين مطالبهم ونعم أكو شيء الاحتجاج غير السلمي هذا اللي صار أدى إلى أن يكونهم سقوط ضحايا من هنا ومن هنا فأنا معك مع المحتجين السلميين ولا يزاودني أحد وأصبح محتجين أنا أول من أنضم إليكم بالاحتجاج السلمي فما عدنا مانع مع المحتجين السلميين ثانيا أنا أكون صادق معك ما موضوع التحقيق والله أنا أكثر الناس الذين يطالبون في التحقيق وننتهي لماذا يتهم هذا ويتهم ذلك وأنا لا أريد أن أتحدث خليص التحقيق وين دولة تشهد أستاذ هادي ما هو بالمحصلة حكومة السيد عبد المهدي هي حكومة الفتح سائرون وحكومة السيد الكاظمي لكم تأثير عليها عدكم جمهور نيابي كبير عدكم أعضاء مجالس نواب كثيرين وعدكم أنواع وأشكال الضغط لماذا لم يدفع باعتبار الذي قمعه هو جمهوركم لماذا ذلك الاثمانمئة من نكتلهم بالمحصلة هذا جيد فلو السؤال لا أستاذك لا أستاذ علي هناك موضوع بالبداية سيد عادل موجود القضاء موجود نحن التحقيق لا يمكن أن أحقق هناك تحقيق إداري والأخوان يعرفون وهذا اللي قامت به سيد عادل من قبل الأجهزة وشكل وزارات وخلي الوزارات يقومون به هذا يسمون التحقيق الإداري أما بعدين هذا التحقيق الإداري ينتقل إلى التحقيق القضاء ونحن قضية أدنى الفصل بين السلطات الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائي والله في كل اللقاءات واليوم من هذا المنبر أنا أطالب القضاء أن يكون فعلاً تحقيق عادل وسريع وكشف النتائج وأي أن كان مقصر أي أن كان مقصر يجب أن يأخذ حقه سواء كان الذين احتدوا على المحتجين السلميين أو الذين احتدوا على الأجهزة الأمنية أستاذ هذه المسألة يعني أنا أحاول أنقل آراء ربما ما تصل بدقة لحضراتكم يعني حدثت عدة جرائم مثلاً اغتيال الشهيدين وسامي العلياوي وشقيقة أو حدثة الوثبة المتهمون بهذه القضايا ألقي القبض عليهم وحوكموا بينما قتلت الـ 800 لم يتم اعتقال أي أحد ولم يتم محاكمة أي أحد بالمحصي لهذا احتجاج ونحن نتعامل مع جمهور غاضب موجود من البصرة وصولاً إلى بغداد هذه المحافظات هل هناك سيكون دفع من قبلكم بوصفكم قيادات سياسية لأجل فتح تحقيقات جدية بهذا الموضوع لا أستبعد أنا أقول بشكل عام بصراحة عدم توفر الأدلة القضايا يريد أدلة لأنه أنت ما تستطيع تحكم بدون دليل عدم توفر الأدلة ومرات يعني الخطوط متشابكة فما تستطيع تحدد أنا هذا ليس مهمتي أنا مهمة القضاء أنا كسياسي أطالب بالتحقيق في هذا الموضوع وما يتخذ هو القضاء نحن نؤيده وندعمه ونقف معه أما أنا في القاضي أحقق معه لا أعرف أحقق وليس من حق التحقيق أنا كسياسي أطالب بالتحقيق العادل في هذه الأمور ومن تثبت إدانة سنكون مع القضاء في تنفيذ الإدانة وأن هذا الإنسان يأخذ حق ممتاز ما دامنا في ملف تشرين حتى نغادر لأنه ملفات بصراحة عندي وياك تحدثنا عن الـ 800 المقتولين لكن هناك عشرات من ناشطين ومتظاهرين ويعني محتجين إلى آخره متناثرين بين كردستان وبين تركيا وبين كذا وهم خائفون من العودة لأي مكان فيه سلطة شيعية أنا يعني أحدها هي شيء قدامك خائفون جدا وبعضهم اتفجرت بيوتهم وبعضهم هددوا وبعضهم اشتغلتهم جيوش الكترونية وحرضت على دمهم أنا أريد أعرف موقف السلطة الشيعية من هؤلاء فلان الساعدي وفلان الزيرجاوي وفلان كذا قاعد بسلي أمانيا وبأربيل وما يقدر يشوف أمه وإذا رادي يروح يلبس كاسكيته وبحجة الكمامة يالله يفوت يشوف أمه الحمد لله أقول الكمامة موجود أي يعني فالقصد أن هناك كثير من الناشطين استاذ هادي بصراحة هم خائفون وحينما يقولون نحن خائفون إنما هم يؤشرون على يعني على حضرتك وعلى فلان وعلى فلان نحن الناشطين أهلا وأنت هم صير واسطة بيني وبين الناشطين أنا مستعد أقعد مع الناشطين نسمع من عدهم أنا أحمي الذي أقدر أحميه أحميه بعيني أنا ذلك ولدني شوف أنا أقول لك أنا معارضة لصدام حسين نعم وأعرف بحنا المعارضة وأعرف ما هي الظروف الصعبة للإنسان يعيشها ليس من العيب أنه نحن الآن وإلا حق صدام حسين الآن نعتبره مجرم ومرتكب بجراء أو كذا إذا نحن نترك نفس السياسة من صدام حسين نحن لا يوجد فرقين نبينا صدام حسين نعم لذلك الإنسان من يعارضني بالكلام كلام أبدا لا نقبل أن نذهب للإجراءات القوة ضد أي معارض لك بالكلام هذا هذا هو الدستور هو القانون هو الآن الدستور سبح إلى حق حق النطق حق الدفاع حق المسائل الأساسية الإعلام من حقه أنا بكل صراحة أنا شخصيا من الذين يطالبون بحماية هؤلاء الناشطين وعودة هؤلاء الناشطين ويجب أن يعودوا إلى أهلهم ويجب أن يعودوا إلى مساعة عملهم ومسموح لهم العمل مهدام هو الطرق المشروعة والطرق السلمية وأنا أطلب عنده أنه ذول الشباب الذين يعرفني عنه أنا أكون أحد الداعمين والمساندين لعودتهم شكرا أستاذ هذه تلاحظ مؤخرا صارت الحديث عن سردية الدولة واللا دولة أنتم كفتح من يا عمام دولة لا دولة هذا أحسن سؤال سأذهب لأبوك هناك الدعاء وأناك الدم أنت شاعر ما يقول المتنبيه والسيف أصدق أنباء من الكتب أنا لا أحد يأتي أحد يدعي أنه الآن يدافع عن الوطن نحن دمنا دافعنا عن الوطن هو بقى العراق عندما الشباب الحشد يروحون يدافعون عن الوطن هو أقشى أكو 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 وطن بقى أكو 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 بقى بكل صراحة أنا موجود أنا 9-6 وزير بالحكومة العراقية 9-6 إجار رئيس الوزراء المالكة قلنا نعم يبشرنا يقولون ساحل الأيسر باقي ساحل الأيمن شون الباقي يتعلنا قال لا أيسر ولا أيمن اثنين هنصطا والله أنا تمنيت الموت قلت له هذا آخر يوم أدوهم. ما أدوهم بعد تريدون أن أقدم استقالة هذه استقالتي تريدون ما أدوهم بالحكومة ولا مستعد أن نصير حكومة منطقة أنا راح أشيل بندقيت أقوى عدوية أهل بديالة تقاتل حالي الله سبحانه وتعالى يكتب أنه موت 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 شرف. حبيبي إحنا اللي دافعنا عن الدولة وما أحشاني وزير نقل وأدري وداعتك ما لحقنا على الحجز هذا المسكين اللي ما عنده حظرة حجز الأربي وبغداد فرغة إحنا اللي ثبتنا الدولة إحنا الدولة وأحنا حماة الدولة ونحن بنات الدولة وأي واحد ادعاء نحن الصادقين بدماءنا بدماءنا دم أبو مهدي المهندس ودم الضيف ألحاد قاسم سليمان هو اللي نحن بناء الدولة وما كان أحد يتصور أنه سيصير نصر واليوم كثير من الأخوان التحالف والدولة حقق النصر لا وجد الملح حققوا النصر دماءنا نحن العراقيين لا تزهدون بدماء العراقيين لا تزهدون بدماء العراقيين الدماء العراقية أبنائنا سفير الأمريكي كنت تعلم ذلك قلوا يا با أنتم كوباني ما قدرت تحرروها لما هذا ما سبعا متعلن لما 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 المعارضة السورية التي سمونا السورية الديمقراطية أنتم ما قدرت لكم قال ما تقول للأمريكي كوبان والأبوك دائما أعيرن بيها أخواني أحبائي الذي خلق النصر في العراق والعراقيون الدماء العراقية جيشا وحجدا وشرطة ومكافحة الإرهاب والحجد العشائري والبيت برقه بدماءنا حققنا النصر نعم أنا ما أكون شجاع نشكر كل من قدم لنا العون الأخوة الإيرانيين قدموا عون وقدموا شهداء ويانا وكذلك الأخوة اللبنانيين التحالف الدولي قدموا دعم نعم دعم جونا نشاهد أنه قدم بس إحنا دمائنا اللي حققت مو غيرنا بدماءنا تحقق النصر وبدماءنا نحفظ العراق نعم فلذلك نحن الدولة ونحن بنات الدولة ونحن حماة الدولة ونحن لا يتقدم علينا أحد ولا ينافسنا أحد في الدفاع عن الدولة أستاذ هذه المخاوف التي يتم الحديث عنها هو السلاح في مرحلة ما بعد النصر الآن الآن أي شخص يريد يبقى يريد يروح يسولف ويا السنة أمامه مثلا الحلبوزي وخميسة خنجر يروح يسولف ويا الكورد عنده مننا بارزاني ومننا بيت طالباني يجي للشيعة ويامن يحكي هناك حشد وأحزاب وأكو فصائل مقاومة وأكو حركات شعبية وبها شوية أسلاع مثل رابع الله وتوثية الشيعة وكذا يعني أنا من أفكر أسألو خلي نفسي بمكان مصطفى الكاظم والله لا يخليني بمكانه ما أعرف يا من أحجي جيد أكو مركزياتكم في البيت الشيعي أنا رحبا الظحية هو أنا الذي تضحي أنا رحبا الظحية نعم أمي وين يريدون العباس أبو فاضل نقسم لكم في كل المعارك لم إلا بأمر القائد العرب سواء كان في زمن المالكي بداية أو في زمن الإعبادي الإعبادي أخويا وصديقي بسلع قلبنا نقول لنا مثلا على عملية يا برد نسوا هذه العملية قال ها أصبروا قلت لهم جاينا نقطب بنتك عملية يريد أن نموت عملية عسكرية يريد أن نموت قال أصبروا لذلك نحن الحشد بيني وبين الله نعم أنا كثير من أنا رأيي كان عندي كنت أقول له دعنا نسوا هذه العملية قال ما نقبل أنا كنت أدق على عملية الفلوجة نعم الأمريكان كان يخافون عن عملية الفلوجة فكان ما يقبلون كاظم الإعبادي يوميا وصوانا شاء الله قال ها روحوا يأتي كم من يأتي مدري ونروحوا كمناها قال زين كمّلوا غرب سامرة خاف الصير ويأتي يأخذون سامرة وبعدين سامرة إذا سقطت سير يعني جو طائفي ونحن نريد أن نقلص ما لدينا رحنا كمنا يابا كمناه يا خلنا نرجع الفلوجة قال ها تروح الموصل قلت لأخي إذا رحنا الموصل وصقطت الفلوجة وصقطت بغداد ما نفعل رجعنا فأقول بيني وبين الله في كل عملية عسكرية قمنا بها بأوامر القائد العام وبموافقة القائد العام ولم نخالف القائد العام قيد أنول أستاذ هذا هذا واحد بعد السقوط نفس الشيء الآن أتحدى واحد أنه نحن قمنا بعمل خلاف رأي القائد العام يبقى الفصائل أنا بالنسبة لي أؤمن بالسيادة الوطنية وكل العراق سيادة نعم سيادة العراق وعندنا نمحور كامل لم أتدعي أن أنا أؤمن في كل القوى السياسية من الاجتماع ماكوا واحد من القوى السياسية إذا ما يقول أنا أؤمن بالسيادة ولا يوجد واحد فينا لا يؤمن بالسيادة نحن أؤمن بالسيادة نحن بالنسبة لنا الفصائل كل ما يلذب الفصائل ليس ضد الدولة وليس ضد الحكومة وليس ضد الإجازة الأمنية الفصائل يجثب شيء يا أبي الأمريكان قد يصير جدوى زمن للخروج خصوصا لا يمكن بعد ما ارتقوا جرائم بحق الحج الشعبي. تسعة وعشرين اثنعش تسعة وعشرين اثنعشر الفين واشاعة عشر ثلاثين شهيد من ابنائكم الذين يدافعون بالحدود عن العراق عن كرامة العراق عن سيادة العراق عن عن الشعب عن المقدسات. ثلاثين واحد منهم بال 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 بطانيات لحم صائلين الممرودي للعام هاي الأمريكان لقوم يجب إحنا بعض شكرا لكم تحولت مؤموريتكم من داعش إلى قتل شبابنا من أقبل به إحنا تعالوا كل اللي صاد بشهادة الشهدين العزيزين الحاج أبو مهد المهندس وضيفه العزيز حاج سليماني أجينا كل ما قلنا برلمان إذا اتخذ قرار خروج القوات الأجنبية مظاهرة مليونية في بغداد خروج القوات الأجنبية نعم نحن كل ما طلبنا عمي ما طالبي شيء وضع جدوى الزمني لخروج القوات الأجنبية لماذا لا يحدث لكنهم خلوا جدوى الزمني خلوا جدوى الزمني والحكومة تتفاوه حسا حسا وراء ما صارت جدوى الزمني نحن نحن نأكد عليه جدوى الزمني كل اللي طالبنا به جدوى الزمني لخروج القوات الناد وأنا أقول بكل صراحة الآن هذا اللي حصل التوافق الأخير نحن مع التوافق الأخير بعلاء الحكومة تلتزم به وضمن الجذاول الزمني وإن شاء الله في واحد وثلاثين اثنعش الفين وواحد عشرين ماكوا أي قوات أجنبية لا فرنسية ولا تركية لا شرقية ولا وردية هو صاحب القرار وليس الرئيس الفرنسي يقول إحنا من الطاعة لا تطلع قرار قرارنا وليس قرارك طيب أنا أعود إلى موضوعة إلى هذا السطر الذي دائما يقال البارحة حتى أستاذ عدنان في حان ذكره أن الحجد الشعبي فأنا فقط أكمل لك هاي أنا أرجع منها نعم نحن عدة تجربة طلع الاحتلال الأمريكي في واحد ثلاثين واثناش الفصائل بقبت بيتها سلاحة أتحدى واحد يقول أن الفصائل قامت بعمل ضد الحكومة أو برزة سلاحة ضد الحكومة من واحد وثلاثين اثناش ألفين وحد عشر إلى ألفين ورباطع عشر ألفين ورباطع عشر إحنا قمنا رحنا تفسدنا بيهم تعالوا تعالوا فيما يخص المعارك حظرتك والسيد العبادي والشهيد المهندس أيضا ذكروا هذا الأمر لكن أنا أريد أن أعرف اقتحام القضراء بعد البعيثة وبعد قضية السيد قاسم مصلح والاستعراضات اللي سات هاي اللي سوا حجد ولا فصائل أكو تداخل من يقدر يفكر نياء خالب الفصائل ليس الفصائل لا 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 المقدة ما لا جسمه قاسم مصلح ليس فصائل إذن لا أنا أعجيته بصراحة وحجيتها بوضوح اليوم محجم أمام الأخوان بالجمهورها بوضوح قاسم مصلح الحكومة خطأت طيب قاسم مصلح جزء من منظومة الحشد نعم ومنظومة الحشد منظومة أمنية وعدها قاضي وعدها أجهزة أمنية خب شن المانعة رئيس وزارة يقولوا لا أعتقلهم لماذا يعتقل بدون علمهم يعني عدم ثقة به لماذا صار الخطأ أنا من الذين باشرت واتتصلت بي حبيبي عزيزي طلع حول إلى إلى الأمن الحشد وأمن الحشد هو قاضي به ليس من يمن هو قاضي والقاضي قال لا بأني أود إلى حسب الإجراءات الأصولية الجماعة انفعلوا يعني بصراحة انفعلوا هناك أشياء لا أريد أن أتحدث عنها فعلوا صار انتشار ورحنا الأخ حميد الغزي موجود تقاتب رئيس وزراء قلت له حبيبي أنت هذا الموضوع سلم هذا الانتشار خلال ساعة كل يمكن وفعلا كل يمكن أنا أقول أقولها بكل صراحة وكل شجاع سيزعل عليه رئيس وزراء ويزعل عليه الحشد الحشد من زلون عليه قرار رئيس وزراء باعتقال قاسم مصلح ليس بالطرق الأساسية ومن خلال هذا قرار خاطئ وبكل شجاع وانتشار الأخوة الحشد قرار خاطئ وقلت لهم قرار خاطئ وعلينا أن لم نم ولم نمنا الوضع أنا أأتي أقول بشكل عام الحشد منتزم بأوامر القائد العام إلى اليوم يقول لوح نفذ عملية بأي مكان يروح نفذ عملية بأي مكان هذه الأخطاء الصير أنا لا أقول لا أدافع عن أكبر أنا لكل شجاع زعلوا علينا وماذا تقول أنه الحشد العام الذي تقول أنه الحشد لا يوجد مجاملة نعم هناك خطأ مقابلة خطأ المفروض حتى لو خطر لا تقابله بالخطأ أنا بشكل عام أطمئنك لم لمنا الوضع وصار جيد اليوم الحشد ملتزم بأوامر القائد العام لا أحد يسبق في ذلك أقول أحكي لك سلق يعني نعم هذه كل التدريبات العسكرية والاستعداد والضبط العسكري حتى يصبح ضبط بالمعركة لا يوجد أحد أكثر من لدينا ضبط بالمعركة من الحشد والله من نتراجع والله نتسابق مع الموت هذا الشيء أنا أقول مرات الخطأ هنا مرات يصبح بالأجهزة العمنية يوجد خطأ بكل المرضى أنا مطلع مطلع على كل الأجهزة تفاصيل الأجهزة العمنية مطلع وأعرف هنا خطأ هنا كذا هنا يصبح نحاكم جهاز والله لأنه خطأ اليوم واحد أفرض من المخابرات خطأ نأتي نقول والله المخابرات كلها نحذف عليها لأنه فلان ارتكب خطأ المسيء يحاسب نعم المسيء أيا كان يحاسب وهذا وذلك أنا أقول بشكل عام أخي على الوجيه نعم هذا الموضوع أطمئن الحشد مطيع للقائد العام بالنسبة إلى موضوع الفصائل دعوه يخرج الاحتلال إذا ظهر سلاح أنا أسأل عنه إذا ظهر سلاح بالشارع أنا أسأل سيد هادي أكو سؤال أيضا آخر أنه بعد اعتداء المطار والعملية المشهورة هل فقدت المركزية في معسكر الحشد أنه كان هناك الشهيد المهندس الشهيد سليماني هل تحكم بالجميع أو على الأقل الرجوع لمرجعية واحدة في هذا الشأن هل يعني باستشهاد القادة يعني فلتت الأمور بمعسكر الحشد أم أن هناك قرارا واحدا شوف لا دعني أرجع القرار واحد ممن يصدر من القادة لا نحن نرى نحن بالنسبة بالحشد هناك قرار واحد ونحن كل الأمور تسلم من القادة الآن الكاظمي قد نختلف معه لكن لا يوجد واحد من جماعتنا يحسف كاظمي الدليل حتى الذي يحتجح على الوجه على الوجه حتى الذي يحتجح على الكاظمي يستعرض أمام الكاظمي وأدى تحياء للكاظمي لكن اندازت صورته فيما سبق أنا أريد أفهم هذه التفاصيل اندازت صورته من قبل عناصر في الحشد الشعبي أنا أريد أفتهم هذه أنا أنقل لك مخاوف ناس من السلاح الشيعي السلاح الشيعي الذي منح بغداد الأمن جيد جيد أنا أطمئئ أقول عندنا تجربة السلاح الشيعي الذي أخرج الاحتلال من العراق في 31 2012 2011 صار دابط إليه لم يستخدمنا السلاح أبدا دعيه واحد الآن يقول استخدمت السلاح من 31 2012 إلى 2014 سلاح يطمئن السلاح سيكون مسيطر عليه هذه الدولة مالتنا نحن نريد نبنيها نحن نعتقدين ببنائها لا يسابقنا علىها أحد نحن هذه الدولة نبنيها بدمائنا والعراق إن شاء الله سنبنيه ونحن قادرون على بناء العراق أنا أكد لك أنه نحن بالنسبة السلاح لا نقبل أنا في كل التأكيدات حصر السلاح في هذه الدولة وإعادة هيبة الدولة وها من أولويات عملنا ومن الأولويات التي سنعمل بها لاحقا واطمئن أخي عن الوجه شكرا بقي سؤالان لأنه أدركنا الوقت السؤال الأول لقراءتكم كقائمة الفتح وفق قانون الانتخابات الجديد شنو قراءتكم لأنه هواي الناز تضرب بالعالي كتل واحد يقول حناقض مية واحد يقول حناقض سبعين يعني مقاعد الشيعي صارت خمسمية وخمسين أنا لا أفي و circumstare أعرف الأرقام � تقول بالأرقام أنا إحصائي رجل إحصائي وأعرف الأرقام نحن وضعنا جيد نعم وأتمنى للجميع الفوز أتمنى يعني جيد لتقدر تطير رؤيتشاء تقريبية ما أم ما أدري لا أخبر أنا أعرف واضحي يا أشترو العليا وضعنا جيد أتمنى للجميع الفوز ليس الإثماني والله أتمنى لكل القوة السياسية الفوز أتمنى حتى للمحتجين السلميين إذا مشاركين يفوزون هذا الإعراق هو هذا النظام السياسي الجديد أخذ دكتورية خلصنا من عندها اليوم أكون نظام سياسي جديد التعدد والتنافس والآن التبادل السلمي من خلال صناديق الانتخابات ولا يوجد خيار لنا آخر صناديق الانتخابات تنافسني تعال صناديق الانتخابات أخذتها مبروك به الانتخابات يسبقها أمن انتخابي الانتخابات يسبقها أمن انتخابي واحدة من الأحزاب المنبثقة من تشرين قرروا مقاطعة الانتخابات قلنا لهم يا بليج فرئيس الحزب صديق قال أنا فجروا بيتي شلون أروح أقنع جمهوري هناك أنا ما أقدر أوصل هناك الأمن الانتخابي من المسؤول عليه أنا أقول أي واحد يشارك بالانتخابات الحكومة مكلفة بحماية كل المشاركين وكل المشاركين المرشحين حمايتهم وتأمين الجو المناسب لهم من أجل مشارك بالانتخابات أنا أتحدث معك أنا من الذين قاومت النظام الصدامي أكثر من عشرين عام أنا أؤمن اليوم لا حل بالعراق إلا بالتبادل السلمي وإلا سنذهب إلى المجهول إلا بالتبادل السلمي عبر صناديق الانتخابات من يفوز وانتخابات يقال الرمال المتحركة أربع سنوات إليك أربع سنوات إلي لذلك نحن نعتقد لا حل ولذلك هذا الآن اليوم رأينا أنا حديث مع كل الأخوان المحتجين السلميين تعالوا نفسوا ليس أنت رئيسة تقدر منه هذه ابنينك قاعدة في هذه المرحلة حصلت كل شيء في المرحلة السانية تحصل لك أكثر أنا أطالب لأنه لا لدينا حل آخر من ما نذهب؟ الروح إلى انقلابات عسكرية الروح إلى حكومات ديكتورتورية حربوا أهلية لا نقبل نحن التبادل السلمي للسلطة ومؤاني شعب سيد هذه اقتنع برأيك يطيئي لك اقتنع برأيك يطيني أتمنى لكل المشاركين في الانتخابات الفوز إن شاء الله قبل أن ننتقل لمداخلات الجمهور رسائل هواية وصلتني من جمهوركم أنه يا بالمفسوخة عقودنا ما صار من عندنا فقال أوجه هذا السؤال للحاج والله خوش حاج ما المفسوخة عقودهم معي المفسوخة جمهورنا المفسوخة عقودهم الآن قسم أجم كثير يجوني إلي يراجعوني نعم قسم قاتلين ويايا وحظي كثير منهم أخذين صور وياك وطلع لي حجان شريعوني في هذه المعركة كنت ياك بذيش المعركة ما أفعله أنا بهذا الموضوع أقوله بكل صراحة ليس مثلت فلوس وتحدثت مع الأخ رئيس وزراقها بالأيان والله دولة من حقهم الطبيعي إعادتهم من الخدمة لأن أولا تم إعادة المفسوخة عقودهم من الجيش نعم وتم إعادة المفسوخة عقودهم من الشرطة وتم إعادة المفسوخة عقودهم من مكافحة الإرهاب مئة وثلاثة وخمسين ألف واحد تم إعادت إعادتهم من الخدمة إلا الحشد ثلاثين ألف واحد ساعة يقول ما عندنا فلوس يابا أنتوا وافقوا نحن نطلح من موازنة الحشد لحد الآن أنا أعتقد أتمنى تحدثت مع الأخ رئيس وزراقها بالعشرة أيام ليس هذا السبت الماضي وعدني خيرا تحدثت مع الأخ وزير المالية والله مظلومية الأقوان المفسوخة عقودهم ونحن جدا محرجين إذا يقولون يا أبا قضية انتخابي يا عمي خلوا يصير والانتخابات خلوا الآن نبدأ بإجراءات بحيث ما نرجعهم إلا والانتخابات حق طبيعي دولة ولدنا دولة قاتلهم ويانا لو ما عايدين الأخوة الأحبة الأعزة المفسوخة عقودهم في الجيش والسرطة نقولوا عمي ذولك ما رجعناكم أما ذولك رجعهم وذولك ما رجعهم أنا أعتقد هذا ليس من الصحيح وعلينا حل هذه المسألة زعين تحالف الفتح الرئيس تحالف الفتح السيدة العامري شكرا لك وشكرا لوقتك وصراحتك أتمنى أنه كانت الأسئلة خفيفة شكرا لك الله يسلمك شكرا لكم معذرة للأسف الوقت أن دركنا